تخيل تكون فزت بكأس العالم وأذليت ميسي شخصياً ومع ذلك أنت مش متذكر هاي القصة أصلاً لاعب ألماني اسمه كريستوف كرامر هذا اللاعب كان أحد اللاعبين المشاركين في نهاي كأس العالم بين ألمانيا وإنجلترا سنة 2014 من حظ هذا اللاعب أنه قبل المباراة نجم المنتخب سامي خضيرة أصيب فنزلوا المدرب يواكيم لوف مكانه في الدقيقة 16 حدث تصادم بين كرامر وبين لاعب أرجنتيني اسمه إزاكيل قري بعدها قال للمسعف وقال للحكم ما فيه إشي ما فيه إشي خلينا كم اللاعب ما حدا يتدخل فيه لكن بعدها بدأ يتصرف بطريقة غريبة جداً وهو ماشي في الملعب مر جنب قائد المنتخب اللي هو في لبلام وحاول يخلع منه إشارة الكابتن ويلبسها بعدين راح على اللاعب مولر وقال له مبروك عليك كأس العالم 1974 صحيح اللي فاز بالكأس اسمه مولر بس مش هاض لاعب ثاني بعدين راح للحكم وكان يفكر المباراة انتهت كمان قال له يلا نبدل الجمصان فكروا لاعب قال له عطيني جميصك وخذ جميصي في النهاية الكابتن فيليب لام راح على المدرب يواكيم لوف وقال له هذا الزلم مشكله عقله بجلجل انهبل أو صار فيه إشي بدله ونزل لاعب مكانه في النهاية ألمانيا فازت بالكأس وفازت على ميسي مو ميسي طلع من المبراء وهو بيبكي لكن لحد الآن لو قلت لك رمر هاي القصة راح أقول لك أنا هذا اليوم كله مش متذكر منه ولاعشي